هاي جايز كيفكن اليوم ارجعت لكم فيديو جديد من قناتي اسراء غيمر اليوم احنا لعبة PKXT اليوم طبعا يا جماعة جبت لكم الخبر جديد ناشراء دمان اليوم رح اعلن عن الموعد الحقيقي تبع نزول تحديد العود ميلاد وكمان يا جماعة عن تسريب تاني كثير بيجنن من شركة لعبة PKXT وكثير معلومات جديدة يا جماعة لازم ضروري انكم تعرفوه وكمان يا جماعة في اشي لازم ضروري تعرفوه مشاك تبعوا الفيديو الاخر فبس طبعا قبل مريش هالفيديو انكم تشوفو هاد الايميل رح اشاركو معكم اليوم ما تنسوا انكم اشتركو بالقناة كمان نحطوا لايك له هالفيديو كما ما تنسوا انكم تفوتوا لسيرفر الدسكورد طبعي رح تلاقوه تحت بالوصف يا جماعة فبسك يا جماعة ما رح تندموا عن جد رح تندموا لو ما دخلتوا للسيرفر فرازم انكم تدخلوا رح تلاقوه بالوصف لانه قريبا رح اسوي اشياء معاكم بالسيرفر يعني رح اسوي كونسرط وكمان حفل توقيع طبعه بلاك بينك وكمان كثير اشياء ومسابقات وهيك ففوتوا لسيرفر الدسكورد رح تفوتوا عليكم كثير فبسك يا جماعة فخليم بلش كثير طولت عليكم اه اه قبل 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 و بس خلي نبلش اصف كثير طولت عليك اوكي الليكو قايز عنا الانفتيشن فوريو هذ هو عنوان اليميل يعني دعوة لالك فهي جمع طبعا دعوة للكير فما فلش حطوا هات العنوان بس اوكي هاي اسراء قيمر هاي ام دي دي نو دا غليتش آرمر از ابيغ هيت بيغ هيت تذكرت بيغ هيت ارمان ما علينا يا اوكي اللي جمع بيتسائل ما يعني بيغ هيت يعني يا جماعة يعنيGER ترجمة تباها كأنه ضربة قوية عرفتوا ضربة كبيرة عرفتوا يا جماعة انه قاموا وعرفتوا بس يا جماعة PLAY diagnosed بيغ هيت لعنى يا جماعة شركت بيتي ايس يعني شركت بيتي ايس هايب اسمها زمان كان اسمه بيغ هيت ف يب هاذ reinfor ان أتذكرت انا بكت امام فا yeah but I haven't had the guts to use it yet it gives me the creeps and look I'll tell you after Nimda tried it last week he got even creepier than he is اه هلأ يا gossip girl انتي تتنمري عن Nimda ها اوكي اوكي امزح اجمال فا اوكي رحي ترجم لكم guys رحي شرح لكم يا فقالت انه yes بس ما بع بس يعني لسه ما اجتني الجرأة اني اجرب البدلة تبع الجلتش يعني هي عندها بدلة الجلتش بس ما لبستها طب ليش اشتريتها من اول اه نسيت انتي ادمين فا بيعطوك اياها بدون ما تشتريها اوكي زي انا بس انا لبستها يعني بس عطوني اياها لبستها يعني ليش بدي اخاف مثلا guys اوكي انتو يا جماعة يعني هل معقول في حدا ما رح يشتري البدلة مثلا مشان انه خايف من البدلة لا اكيد طب يعني كنتي ما رح تلبسي البدلة اعطيها لشخص تاني اللي بده البدلة ليش انتي متى عندك بدلة بفلوس وما بدك تلبسيها لانه ما اجعتك جرئة وانتي خايفة من البدلة فوالله اشي مو منطقي ابدا بس يلا هي بس كأنه قصة او هيك فالازم نعرف قصة وطاريخ فيك عكسي لانه يا جماعة لما رح يجي وقت اكثر لما ما رح تمر كثير سنوات ان شاء الله فرح نصير نذكر بيك عكسي انه هدا القصص الاشياء اللي سارس في بيك عكسي واو اروها يا جماعة الاشياء اللي بتصير بيك عكسي عشان تصير التحديثات كل التحديث عنده قصة وافضل شي هو لما بتكونوا بتعرفوا انتوا قصة التحديث وانتوا بتلعبوا اللابي فعنشت شعور كثير حلو مشان هيك تابعوا الفيديو وتابعوا يعني اي ايميل بيوصلني فعلا لازم انكم تابعوا معي عشان جماعة يعني تعرفون القصة طبعا كل التحديث وبهاد الايميل رح نعرف اي تحديث عم نحكي عنه عما مطلت عليكم كثير فقالت انه يعني بتحس انه بغريعبة لما بتشوف بي البدلة فما بدها تلبسها لانه كأنه مرعبة فيا جماعة النمدة اللي هو اخو القادمين جرب البدلة يعني لبسها ويعني وصار ايوه جربها الأسبوع الماضي ولمه جربها صار مرعب أكثر من ما هو وصار غريب أكثر من ما هو فقالت انه غريب ايش تمام بس بيقرب تحديث بيصير الكلب يتصرف بغريبه اوكي ما فهم صراحة امهم فماكس اه ماكسين اوكي قرأت ماكس امهم ماكسين still wouldn't tell me anything about the broke arcade machine but the other day i saw her whispering with admin and as soon as i got to their room both of them disagreed i don't know something tells me that ماكس has something to do with what happened there what do you think اوكي اشترح لكم اوه فبعد احلكم my theories يعني تقع تبعي هيك رأي تبعي فأمهم ماكسين ما بدها تقول لغossip girl يعني ايش صار لانه لو شفتوا يجماع بالإيميل الماضي اللي شاركتوا معكم انه يجماع غossip girl بتسأل ماكسين انه ايش صار بالاركيد الاركيد يجماع هو داخل الريبوت الكبير فلما منفوت على الريبوت الكبير بيصير يعني لما منفوت عليه بيلاقي الاركيد فهدا كوي اركيد فالما اقلكن الاركيد فأفهموا جمع شو قصت وقاموا الاركيد هو مكان للألعاب وهيك فألم فالاركيد يا جماع باليوم اللي نزلت فيه البدلي الاركيد انه سماعت غossip girl منه هيك صوت انه اش يتكسر او اش يصار يعني هيك صارت ضجة داخل الاركيد ولما سألت الغossip girl ماكسين لانه ماكسين يعني 24 ساعة داخل الاركيد فقصت غossip girl راحت عند ماكسين مشان تسأله عن الاركيد وانه اش يار هناك لانه انت دايما موجودة بالاركيد فخبريني اش يصار جوه وليش كنا نسمع ضجيج وهيك فمستحيل هاي تكون صدفة انه نزلت البدلي ومنفس الوقت يعني صار هاي الضجيج داخل الاركيد فبس ماكسين ما بدها ترد لحد الآن ويا جماعة قالت انه كمان سألتها عن انه ليش الاركيد يعني تكسر وما صار عبدا عم يشتغل وهلا يا جماعة باللعبة ما عم يشتغل فوقف اوكي فوقف يا جماعة ورح تقول لكم عنه فيديو انه مشان تشوفوا يا جماعة انه فرجيوكم الاسريار تبع الروبوت فترقبوا المهم ف بس جماعة بيوم تاني قالت انه لقيت ماكسين مع الادمن قاعدين بيحكون هيك شوية هيك عم يحكون زي هيك ماكسين وادمن ف وما سمعتهم غاسب ريل ايش عم يقولوا ف بس جماعة لما وصلت يعني غاسب ريل جنبهم فوقفوا الحكي ويعني ما اتفقوا معها مش راعدين يقولها عن ايش كانوا بيحكون فأكيد بيخططوا لاشي داخل اركيد اوكي ف اوكي اوكي اكتشاف عظيم اوكي اوكي فقارت انه يعني هلا كمان صوت اكتشاف عظيم جديد انه هلا اخيرا اكتشفت ايش هو الحدث اللي قاعدين بيخططون لقلو يعني الربط اللي عم يخطط لقلو فقالوا جمبرول انه نصوي الطبل هاد انه دندردو it is anniversary event to celebrate the three years of pkxd فقالوا انه هاد تبع تحديث العيد ميلاد ويا جماعة مشاع انه نحتفل بالثلاث سنوات اللي مرت مع pkxd سريحة كثير مبسوطة لانه انا كمان صرلي ثلاث سنوات عم باللعب اعتقد مغف بس اجماعة بالفين وعشرين بلشت عم باللعب اعتقد خلي اتذكر ايوه لا اجماعة هلق مرت سنتين لقلي انا بس انا حضرت بالعيد ميلاد الاول واعتقد فيني اقول يعني ثلاث سنوات تقريبا فلانه بلشت انا ما بلشت مع اللعبين ما حضرت هيك بالكريسمس الاول والهالوين الاول لا حضرت بالعيد ميلاد الاول ف يعني ما حضرت كثير انا قديمة كثير باللعب اجماعة قبل ما يكون صالون الحلاء و والله كانت ايام كثير حلوة وكمان اجماعة قبل ما يكون هذك تحديد تبعي انه فينا يجماعة الاثات فينا نخليها بالطير عرفتوا ف ياب سريحة ايام كثير حلوة واكتبوني بالتعليقات انتو وكم صار لكم مع pkxt فلازم اصوي فيديو هيك انه احكي في عن pkxt وقصتي مع pkxt وفرجيكم ذكريات pkxt لانه عد ميلاد جاي ف ياب بس جمال بس يعني فبكل حدث بكل تحديد لازم مننزل فيديوهات على حسب التحديد انتهي لأ كيبوب فسويت كثير يعني حفلات كيبوب وكثير اشي عن blackpink bts vice etc كثير سويت عنهم وكمان قريبا ريح سوي حفلة توقيع blackpink وقدر اصوي زائد كمان concert ففوتوا للdiscord تبعي وشان تعرفوا كل شي لانه ما بتدعلك وانه اخر كمان ف ف بله عاو خش Pak باب اشي اشي احス اش 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 عن ما يأتي وانه هذا النبو وانه لماذا ربط مظهر مجرد يمكن أن تكون ما يتعلق لذلك نحن نحن مجرد كما قالوا أنه كانت تفكر وقالت أنه هل هال إشي اللي عم يصير يعني هل عنده علاقه مع العدميلاد وأنه هل عنده علاقه مع غلتش مع الربط فأمم فأوه فأمم بيك ربط ربط مجرد لذلك شكرا فأعلم أن الربط بعت لنا الدعوة أوه مشا هيك قالوا بالعنوان الدعوة فأعلم أننا بعت لنا دعوة لحدث كثير مهم فأوكي خلي نشوف هاي الصورة واو شو هاد اوكي واو شو هاد اوكي هاد كلام بس ما بعرف شو مكتوب بهاد الكلام شو هاد اوه بس هاي صورة ابعضتها الربط جميلا احذر جميلت كخيفية الآن جميلتigue اللي aquellos هاته حسناbody موجود الرقم النوال ملاد قادم الثانو اوكي غايز 22 22 اوووو مي جاد بيتели جمع ينزل يوم 22 بشهر سبتمبر اوووو مي جاد مبعرف اوكي اوكي لاعزم ندليل ثاني بسمع مرج ما اعتقد نرح ينزل بيوم 22 يوم سبتمبر اووو مي جاد اسمعوا قايز تحليلي اسمعوا فاعتقد انه علولنا دعوة يعني كأنه بيبعث لنا دعوة هيك بطاقة دعوة لأنه هو روبوت فهو روبوت مشاهك ما رح يبعث لنا إشي يعني صحيح وهيك فمع أنه هلأ هو بروكن يعني هلأ ما عم يشتغل ومكسر فيا جماعة بعثت لنا دعوة هيك من خرب الشيء وما من قدرنا نفهم شو عم يقول وكأنه يعني بهالدعوة هاي بيقولنا أنه رح يصير حدث يوم كذا وكذا بPKXD فهون كأنه عم شوف لوغو PKXD ليكو ورع وكأنهم بيقولنا أنه الدعوة للحدث رح تكون يوم 22 سبتمبر فهذهو التوقعات تبعي والله طلعت محقق كونان محقق كونان لازم يستقيل من العمل تبعه وأنا لازم أشتغل مكانه اكتبولي أنت كمان توقعاتكم التعليقات واشوفها لأنتو كمان لازم أنكم تصيروا المحققينين محققين كونانات وكونانين ولا لا جمع كونان اكتبولي بالتعليقات جمعات توقعات كونان فبس هيك وكمان جمعات ما رح تنزل باقات يوتيوبرز رح تنزل باقات لولوكا وبيتر تويز لفاميليا PK وPKXD وكمان Tseasus كانت وأتو وعرفت هو هذك اللي اللي أول باقاته PKXD هو أول يوتيوبر رح لنزلت باقته يوتيوبر звон и rejects du وكمان يا جماعة قالوا انه الربط بيصير غريب وهيك فقالوا انه شاركوا معنا انه التوقعات تبعكم بالهاشتاغ pkxt with the glitch and pkxt robotic mysteries انتو كمان اكتبوا لي بالتعليقات شو توقعاتكم وحطوا لهاشتاغات هدون بالتعليقات وبسيك فكثمت حمسة لتحديث العيد ميلاد لكم الخلفية كأنه بتفرجينا العيد ميلاد لكم فيه كثير الوان وهون كأنه عمشوف كيكا فكثير متحمسة وبس كايز طبعا هيك رح نخلص فاكتبوا لي بالتعليقات شو توقعاتكم لانه حققرأ جميع تعليقاتكم وكمان رح اشارك البعض مع pkxt يعني هيك التوقعات اللي بتقول لي رح اشاركها مع pkxt يعني لديكم البعض لانه رح اشارك بس التوقعات لو كان هك تعليق تاني فارح اشوفوا اكيد رح اردت عليكم فبس ما رح اشاركوا مع pkxt اكيد لانه رح اشاركوا مع pkxt فاني عم بحكي على التعليقات التوقعات واكتبوا لي بالتعليقات شو توقعاتكم وبس طبعا هيك رح هنخلص بحبكونا كثير ومعتموش لانكم تشتركوا وبس باي